والدولة المصرية الحقيقة بتوجيه من القيادة السياسية كانت واخدة الإجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة من توفير مخزون استراتيجي من كل السلع اللي ممكننا الحمد لله النهاردة إن المواطن بيقدر ينزل ويشوف إن السلع كلها موجودة بدون أي نقص والحقيقة من أول ما بدأت هذه الأزمة وإحنا ابتدينا نتعامل مع موجة الارتفاع الكبير اللي حصل في الأسعار بزيادة إنزال حجم كبير جدا من السلع في الأسواق وتعاملنا مع هذا الموضوع من خلال لجنة الأزمة اللي شكلت لهذا الغرض واللي النهاردة بقت بتقعد على مدار كل إسبوع بنقعد وبنراجع مع بعض الموقف عشان نؤمن كل السلع وضرورات الحياة للمواطن المصري وبالتالي الحمد لله قدرنا في الفترة الأيام القليلة الماضية إن إحنا نجبح جماح زيادة الأسعار اللي حصل ويحصل وفر كبير من السلع ويمكن كانت توجهات أيضا القيادة السياسية بتبكير بالمعارض والمنافس بيع السلع عشان استغلالا لقرب حلول شهر رمضان المعظم فالحقيقة فتحنا المنافس بأسعار وتخفضات كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر